عليكم السلامة أحباتي هذه الحلقة رقم 1221 ونحن في كتاب الموادر الحقيقي للشريع الإسلامي ونبدأ الثالث وهو الرحمة وحق الحياة وحصانات النفس البريئة هنا بقى الثانية نتحدث بقى من صفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى واسمه من أسمائه اللي هو اللطيف فاللطيف من صفات الرحمة للخالق جلاله ولطيف الشيء الواضح في اسم اللطيف أنه مرتبط باسم آخر اللي هو الخبير فالله سبحانه وتعالى الخبير يمعنى العالم العالم واللطيف بمعنى الرحيم فالربنا سبحانه وتعالى يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ويقول لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير وابو سبحانه لم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرفا أن الله لطيف خبير ويا بني أن تكون مثل حبة من خردر ما تكون في صخرة أو في السماء أو في الأرض يأثبها الله أن الله لطيف خبير وفي سورة الأحزاب وذكرنا ما يطلب في بيوت لكلام نساء النبي وذكرنا ما يطلب في بيوت الكن من آيات الله والحكمة طبعا آيات الله اللي هو القرآن والحكمة وإسمه من أسماء القرآن أن الله كان لطيفا خبيرا وفي سورة الشورى الله لطيف بعباده إذن لطيف هي هنا عن الناس جميعا مش خاصة بالمؤمنين فقط لكن الله لطيف بعباده يرزقه من يشاء وهو القوي العزيز دل وعلا يعني ألا علم من خلقه هو اللطيف الخبير لا تدرك الأبصار هو يدرك الأبصار هو اللطيف الخبير ده كله يعني اسم الخبير من أسماء الله دل وعلا هو اسم ندوله على الرحمة ويأتي مقترنا باسم الخبير أهلا وسهلا لكم أحباتكم ونعجبكم ونحصة القرآنية وفي قناة أهل القرآن وموقع أهل القرآن لا تنسى المشاركة بشير ورائكم وعليكم السلام موسيقى